انه ناجيت مورات الذي سمى نفسه بعد الاسلام محمد الساجد بعدما تعرف على الاسلام من خلال مهندس مصري كان يرافقه في العمل ولد ناجيت لأسرة هندوسية في سريلانكا كان رئيسا للشبان في المعبد الهندوسي عاش في وسط يعبد الشجر والحجر كل فرد فيه اتخذ لنفسه الها يعبده يقول ناجيت عندنا اكثر من الف اله واختار لنفسه صنما اسماه كرم كان مجتمعه ينظر نظرة اكبار لمن يكثر من عبادة الاوثان حتى بلغ بهم حد التقديس فجعلوا البشر الهة كالحجر تماما يقول مورات عندنا اعتقاد ان من يواظب على عبادة الصنم فان الاله يحل فيه ومن ثم كنا نعبده ونغسل قدميه ونقبلهما ونتبارك به ان هذا التقليد في تقديس البشر وصل الى حد ان هناك بعض الهندوس يعبدون البشر وهمعرات يقبلون سؤاتهم في مشاهد مقززة وذلك موروث هندوسي ظل نجيت على هذا ذا الحال حتى صاحبه مهندس مصري اخذ يناقشه في عبادة الاصنام ويبين له انها لا تنفع ولا تضر ورغم ذلك ظل نجيت على عبادة الاصنام يقول نجيت حينما اتيت للعمل في قطر استحبت الصورة الاله كرمن الذي اعبده حيث كنت اعلق الصورة على الجدار ثم اذهب واغتسل واضم كفي الى بعضهما واسأل الصنم كل شيء ولا اركب السيارة حتى اسجد له تدرج المهندس المصري في دعوته مع نجيت فكان يسأله عن ميراثه الذي ورثه عن ابائه والفرق بينما ورثه المسلمون في معتقداتهم يقول كان يسألني اسئلة لا اجد اجابة لها مثل هل في دينك شيء مكتوب ان هذا الصمم هو الاله ثم اجيب بالنفي ويرد علي اننا نعبد الها موجود ذكره في القرآن وله اسماء حسن وصفات عليا وهو الحافظ والقادر والرازق والخالق وهو على كل شيء قدير فتأثرت ان المسلمين يعبدون الها لا يرونه ويخشونه ويراقبونه في افعالهم عاش نجيت مرحلة من التفكير في عبادته وبدأ مرحلة اخرى هي التعرف على الاسلام فتأثر بما رآه من مساواة بين العرب والعجم والغني والفقير والصغير والكبير فالكل يقف في موقف واحد في الصلاة يقول محمد تأثرت عندما وجدت بالمسلمين يقومون في الرابع لصباحا ليصلوا الفجر ويواظبون على اداء الصلوات خمس مرات لقد كنت رئيسا للشبان في المعبد الهندوسي ولكن لم يكن عندنا نظام ولا مساواة في العبادة وتأثرت بصبر المسلمين على ما يصيبهم من ابتلاءات فهم يحمدون لها ويشكرونه على كل احوالهم وفي احدى لحظات التفكير العميق تمكن النور من قلب نجي فقرر ان يعلن اسلامه خشي ان يموت قبل لحظة اعلان الشهادة فاتصل بصديقه المصري الذي كان سببا في اسلامه يقول نجيت اعلنت اسلامي بعد صلاة الجمعة وهي اول صلاة صليتها لكني اسلمت في الهاتف امام صديقي خشية ان اموت قبل هذه اللحظة يقول محمد حينما اسلمت جاءتني المشكلات من اسرتي وانا مصر على اعتقادي واسلامي فهم لن ينفعوني امام الله فعملي هو الذي ينفعني ان اسرتي تعيش في الهندوسية وسط مجتمع لا يعرف الاسلام وانا مصر على اخراجهم من هذا المجتمع ورحيلهم عن هذه البيئة واقناعهم في الاسلام اشتركوا في القناة